في الوقت الذي تخنق فيه واشنطن طهران اقتصاديا تسأل أخيرة لإيجاد متنفس لها عبر قنوات ودول أخرى بلا شك أنها استغلت زيارة وزير الخارجي البريطاني جريمي هانت لنفس الغاية ولو أن أمورا أخرى تتصدر أولويات بريطانيا وفق ما أوضح هانت كدور إيران في حرب اليمن والمعتقلين البريطانيين في الزنازن الإيرانية إيران تشكل أحد اللاعبين الأساسيين ونحن حريصون جدا جدا على دفع السلام قدما في اليمن هذا يتصدر أولوياتنا في الوقت الراهن في الوقت ذاته لدينا قضية نازين زجري راتيكليف وغيره من حملة الجنسيات الدولية المتواجدين في السجن ويجب أن لا يكونوا كذلك نريدهم أن يعودوا للمنزل فورا لذا هناك الكثير للحديث حوله زيارة هذا المسؤول الغربي تعد الأولى من نوعها منذ أن انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية إيران النووية اتفاقية ترى بريطانيا وإيران وقوى عظمى أخرى أن المحافظة عليها ضرورة لشلب الاستقرار في المنطقة والعودة بالفوائد الاقتصادية على إيران من ناحيتها أكدت طهران أنها ستتحدى العقوبات الأمريكية وتستمر في تصدير النفط تلومنا الولايات المتحدة على فشلها في المنطقة من اليمن إلى العراق لن نستسلم لهذا الضغط الذي يعد جزءا من الحرب النفسية ضد إيران سيفشل في إقاف صديراتنا النفطية مع ذلك كله تبرز أسئلة حول جدوى هذه المحاولات الالتفاف على العقوبات لسيما وأنها مشنة من قبل أعتى قوة اقتصادية في العالم نهيك عن تحذيرها دولا وشركات عدة من استمرار التعامل التجاري مع إيران ترجمة نانسي قنقر